هذه والله نصيحتي لكل أم تشاهدني أن تتق الله خاصة في هذا الزمن هذا الزمن أعتقد ما فيه مثل هذا الزمن في قضية انتشار الفتن ولذلك أنا أنصح بالإسراع بتزويجي البنات وبتزويجي الأبناء سارعوا في تزويجي لأن الزواج يحفظ عليه شطر دينه يبقى يتق الله في الشطر الثاني بقية الأشياء الزواج تحصيل للأبناء والبنات من الانزلاق حول هذه الفتن والعياذ بالله التي أصبحت تدخل إلى بيوتنا بل إلى جيوبنا من خلال هذا المحمول من خلال هذه الأجهزة من خلال هذه التقنات مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية فلذلك أنا أنصح كل أم عندها بنت أصبحت الآن مهيئة للزواج أن تتق الله فيه وأن لا ترد خاطبا توفرت فيه صفات التدين والأخلاق ومن أسرة طيبة وظاهر عليه أن رجل يريد أن يقيم أسرة صالحة تسارع في تزويده دعكم من هذه المبالغات والمغالات يعني للأسف بعض الأمهات ترفض تزويد ابنتها لماذا؟ لأن تريد الزواج يكون في فندق وتأتي بفرقة الفلانية وتأتي بكذا والزوج مسكين ما عنده قدرة بالكاد يعني يوفر المهر بالكاد يوفر أثاث الشقة أو البيت اتق الله خاف الله عز وجل كثير من البنات والله تحت الهوى وفي الرسائل يشتكين أمهاتهم كيف الآن أنت أيتها الأم تلقينا الله عز وجل وإنت ظلمت هذه البنت ما تدري أن هذه البنت بسببها يعاقبك الله عز وجل يمكن تفقدين حبيب بسبب بنتك هذه التي أنت ظلمتها وأخرت زواجها اتق الله اتركوكم من هذه المباهة من هذه المغالاة من هذه المنافسة غير الشريفة والله منافسة غير شريفة تقول والله ليش بني فلان يسوون حفلة الزواج في الفندق بني فلان ليسوا قدوة القدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة بعض ولاة أمرنا وبعض التجار والله موجودينها أنه ما يسوون مثل ما تسوون أنتو في ولاة أمر عندهم ما شاء الله من القدرة على أن يعملوا حفلات في أغلى الفنادة عندهم من الأموال لكن مع ذلك قدوات صالحة وينشر الإعلام شيء من هذا يجمع قهرب وأهله في حفلة بسيطة والحمد لله تجار أعرفهم أنا تجار أصحاب مليارات وليس ملايين زواج محدد لماذا لأن يخافون الله عز وجل يعلمون بأن هذا التبذيل والإسراف عواقبه وخيمة ولذلك اتقوا الله هذه رسالتي للأمهات أن يتقين الله عز وجل متى ما إن جاء الكفع لابنتك فسارع في تزويجه خاصة في هذا الزمان أكرر خاصة في هذا الزمان ولا تتحملين يوم القيامة وزر ابنتك اتق الله ولا تتحملين وزر ابنتك لأنك أنت بهذا المنع وبهذا الرفض تتحملين وزرها أمام الله سبحانه وتعالى كثير من الناس ماتوا ماتت أمهاتهم وبقيت البنات عانسات كبرنا في السن لأن الأم كانت ترفض كانت ترفض وش موقفك أمام الله عز وجل ها ذكروا قصة رجل رجل كان يمنع بناته من الزواج لأنه موظفات ويأخذ رواتبهم رواتب بناته وكان يرفض تزويج بناته حتى وصلنا إلى حد العنوس ولما كان في سياق الموت طلب الحل منهم البنات رفضوا قالوا الله لا يجعلك في حل والله ما نبيحك أمام الله عز وجل دمرت حياتنا ضيعت حياتنا الشي الفطرة اللي الله عز وجل خلقها في البنت وهي أن تتزوج منعها هذا الأب الظالم الآن في سياق الموت يقول سامحوني حللوني البنات ردوا عليه قال الله لا يجعلك في حل ولا يبيحك تريدين بنتك تدعي عليك أنت أيتها الأم اللي تشاهديني الآن ومانع بنتك من الزواج ما تدرين يمكن بنتك تقوم الليل تقول اللهم احرم من حرمني من الزواج ومن هو اللي حرمها من الزواج أنت أنت اللي اللي قاعدة تتباهين وقاعدة دورين المغالاة وعلشان والله يقولون فلانة زواج بنتها أفضل من زواج بنت فلان اتقوا الله واتركوا عنكم هذه الأشياء صلى الله تعالى أن يفتح على قلوبكم وأن يسر الأمور والله إني أتكلم بحرقة لماذا؟ لأن هناك كم كبير من البنات مظلومات مقهورات مسحوقات بسبب بعض الأمهات اللي يرفضنا الأزواج علشان والله يريدون الفشخرة ويريدون المبهى والمغالاة والرياء والسمعة والأشياء الدنيوية هذه المنافسة الغير الشريفة غير الشريف وبقينا البنات مسكينات وصلنا الثلاثين والأربعين تقول ما كل ما يأتيني خاطب خلاص سد الباب سبحان الله العظيم بعض البنات من كثر الخطاب ورفض الأم خلاص الناس يصير يعني متعارف عندهم لا تجون بيته فلان فاتق الله وخاف الله عز وجل واحذري احذري من دعوات المظلوم أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع